بملابس عسكرية ميدانية وقبعة رأس يضعها أينما ذهب وبأسلحة متعددة أغربها قنبلة يدوية معلقة على بن طاله ظهر القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان لثوان معدودة وهو يردد كلمات بالعامية السودانية قالوا قبضوني دين نملة واللغنماية ما بيقبضوها يقصد البرهان الشائعة التي انتشرت ليلاً صاحبها إطلاق نار متواصل في مختلف مدن العاصمة من قبل قوات الدعم السريع احتفالاً بإلقاء القبض عليه من القيادة العامة القائد العام للجيش ظل موجوداً في مكان آمن داخل القيادة العامة كما يقول هو وفي البدروب كما يقول نده قائد قوات الدعم السريع أصدقاء الأمس أعداء اليوم ظهوره الميداني الأول كان تحدياً لخصومه الذين أعلنوا أنه ليس بإمكانه الخروج من مخبأه لكنه ظهر متفقناً قواته ثلاث مرات مع خطابين تم بثهما في العيدين الفطر والأطحاء أما محمد حمدان داقلو حميتي فظهر مرة وحيدة وكان يجري مقابلة تلفزيونية صوتية انقطعت منذ مطلع مايو الماضي وبات يكتفي بتسجيلات صوتية تبث على صفحاته الرسمية ظهور البرهان في مقاطع فيديو وإن كان حدثاً يجد اهتماماً واسعاً في السودان إلا أن ما يقلل منه توقيط الظهور الذي عادة ما يأتي لضحض شائعه أما داقلو الذي ترددت أنباء عن إصابته في ساقه بات غيابه مثال تساؤل كيف يقود معركة لا يظهر فيها لينا يعقوب الحدث لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات اشتركوا في القناة